المسئولية في أول ولاية وقبل ما تقود أول تدريبين يحصل القصة وبعدها لما تمسك الفريق وتبقى شمه كوينته تعي الحمد لله على سلامتك وتمشي قبل حتى ما تقود الفريق المشكلة فين؟ بص المشكلة يعني في يمكن في الظروف اللي كانت بتخليني أدخل النادي الإسماعيلي في ظل الظروف وأوضاع يمكن ما كانتش ملأمة إلى حد كبير المرة الأولانية يعني كانت شوية أنا ما استريحتش لأنه الكلام اتغير في 24 ساعة اتفاق وبعدين تاني يوم حصل كلام مغير لما هو كان متفق عليه فأثرت الإبداعات يعني قلت الاستمرار حيخلينا ندخل في الصدام فما فيش داعي يعني ما لبسش منزلش الملعب المرة التانية الوضع كان اتغير والتقيب بالكابتن علي أبو جريشا وأماد سليمان من لجنة الفنية وكان يفترض أنه فيه انتخابات يوم واحد وثلاثين وهم أخنعوني بتولي المسؤولية وقلت أن الفرقة محتاجة لدم وحتاجة لتعاقدات كتيرة وتعاقدات قوية وكان فيه استجابة من حيث الشكل على الكلام اللي أنا طلبته يعني يعني للأسف بعد الدخول على فكرة الفترة دي ما كانش فيه مجلس يعني مهندس إبراهيم يصمان كان أثر الابتعاد تماما عن النادي خالص وكان اللي بيديره الأمور بيديرها شكلا كابتن علي وعمات منفهوم لكن بلا صلاحيات مادية بلا إمكانيات وبالتالي لما دخلت عشان نجيب لعيبة ما فيش لعيبة ما فيش لعيبة ما فيش فلوس عشان تجيب لعيبة أصلا ما فيش فلوس عشان تدي الناس اللي موجودة مستحقتها بتاعت السنة اللي فاتت فكان فيه كم من المشاكل كثيرة جدا جدا فكرت في الوقت ده بتاع انه ما فيش حد يدفع عشان السفقات اللي حضرتك عايزها تيجي فكرت تمشي قبل الموسم ما يبدأ بقى شيء يعني حيبقى عنيف شوية حيبقى المرة التانية بالضبط ومع نادي بحجم النادي الإسماعيلي لا ما ينفعش فقلت هحارب يعني هعوم ضد الطيار واسعل ان أنا يعني بقدر الإمكان أشتغل وحاول ان أنا حقق شيء إلى أن جاءت الانتخابات وأنا في حالة المرض يعني وأنا على السرير وبعد الانتخابات أو قبل ظهور النتيجة بعشر دقايق فجئت برئيس النادي بيطلع في كل مكان وبيردد كلام يعني أنا استأتي منه جدا جدا ومش شايف له عظرف أنه هو يقوله وابتدى يبقى فيه نوع من التحديد بالفصخ العقد والإقالة وأن الفرصة المباراة اللي جاية كانت لعب ماتشين وأنا ما كنتش موجود فيهم خلي بالك أنا بعدت عن الفرقة أه تلاتة بس أنا وقت ما هو طلع كانوا اتنين تمام أنا بعدت عن الفرقة قبل بداية الموسم بإسبوعين مزبوط ودول الإسبوعين اللي المفروض أنا بحط فيهم البصمة الأخيرة مفهوم من حيث التاكتك والتشكيل والتحفيز أنا مش تغلتهمش وبعدت خمستاشر يوم جوه الدوري اتلعب في يوم تلات ماتشات مزبوط معرفش حاجة عن الفرقة وأنا كنت في حالة صعبة جداً ما تسمحليش في أن أنا أتابع ولا أتواصل ولا أستفسر مش عايز مش قادر أين أن أنا ما عندكش قدرة للكلام ده وبالتالي أنت تكاد تكون مغيب عن كل شيء مفهوم من مدة شهر فأفجأ بأنهم يطلع والماتش جاي آخر ماتش وإحنا بندفع مرتبات وأنا بدفع مرتبات وبعمل بصي هاني هو له أنا قلت الكلام ده أبل كده هو له كل الحق في أنه هو يطلع يقول يا كابتن طلعت أنا لو سمحت عايزة فسخ العق تمام أنا قلت أن أنا كنت هحترمه احترام ما بعده احترام وكنت هستجيبه كل طلباته مراعاة لإسم النادي الإسماعيلي تمام مش لشيء آخر أي لكن كون أنه يطلع بهذا الشكل وبهذا الأسلوب ويتجاوز في حقي وفي حق الجهاز وظل الظروف كنت أتمنى أنه يطلع يرفع سمحت الترفون يقول لي أنت صحتك عامل أي مظبوط ما تتصورش يمكن مكالمته دي كان ممكن يكون تأثيرها عليها أي لا ما عملش كده خالص ده شوينج بصورة يعني ما عرفش أنا مش عايز يعني أفتكر المواقف دي بتفاصيلها لأن هي في البداية بتسيء للنادي الإسماعيلي مش لشخص رئيس النادي الإسماعيلي هو لازم يبعارف أنه حجم الكرسي اللي هو قعد عليه بيمثل جماهير النادي الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي يعني يمكن عزائي طلوع أكتر من نجم من نجوم النادي الإسماعيلي ومن كوادر النادي الإسماعيلي اللي قبدت أسفها واعتذارها على هذا الموظف يعني يمكن دي الحاجة الوحيدة ما هو نفسه رئيس النادي هدأت نبرته بعد كده وأوضح أنه كان بيتكلم بلسان مشجع وأنه بيحترم حضرتك وبيقدرك بشكل كامل يعني يعني احترامه لي يعني شيء يعني يكتر خيره أنا كمان بحترمه وأنا طلعت قلت أن أنا بتمنى له التوفيق لأن النادي الإسماعيلي ملوش زنب في الأحداث أنا بتمنى له التوفيق لأنه في النهاية كلام ده حيصب في مصرحة النادي وفي مصرحة الجماهير لكن ما زال الموقف ما بيننا كجهاز وبين النادي الإسماعيلي بلاش النادي الإسماعيلي وبين رئيس النادي ونائب رئيس النادي أيوة معلق وما زالت هناك أمور كان من المفترض أن هي تنتهي في خلال الأسبوعين اللي فاتوا للأسف في معاد واثنين وثلاثة ويحصل تملص منهم أتمنى أن هم يعني يحكموا العقل والأمور تنتهي بشكل كويس خصوصا للجهاز المعاون يعني محمد إبراهيم وأحمد عبداللطيف خالد عبدالله لهم مستحقات يعني وأنا ليا مستحقات مستحقات لديك أبتان لهم شهر لهم شهر عمل هم لهم شهر عمل وشهر شرط الجزائي وحضرتك أنا ليا جزء من الشهر أيها والشرط الجزائي والشرط الجزائي بحكم أنه هو فسخ العقد مفهوم هو قال أنا مفيش حد يبقى ليه فلوسه ومش هياخدها والله هو قال لي كده مش رئيس النادي التواصل كان مع نائب رئيس النادي وقال لي أنا أنت بتعرفنيش أنا كلمتي وحدة أنا بقول الكلمة لازم بتتنفذ وأنا استشعرت ده فيه يعني حسيت بصدق فيه كلامه يعني لكن لما وصلنا لمرحلة التفعيل مش ليا خلي بالك أنا بكلم عن الجهاز أنا مش مشكلة أنا مش مشكلة يعني هنخوض في حتة تانية لكن الجهاز لازم ياخد حقه ده موضوع يعني ما يحتملش التأجيل أرجو أنه هما زي ما قلت هما قدوا معاد واثنين وثلاثة وفي كل مرة يحصل تأجيل للمواد أرجو أنهما ينهوا الموضوع وأنهما موضوع يعني مش مش بالصورة اللي ممكن تخليهم يعني يترجو يعني ترجمة نانسي قنقر